كسة بيتسو موسماني وانا قلت الكلام ده كذا مرة هل في خلاف ان بيتسو موسماني مدرب صاحب إنجازات كبيرة وعظيمة مع النادي الأهلي؟ ده التاريخ يعني لو حتى كريم مش عاجبه ما تتكلمش انت كريم أو غيره فبيتسو موسماني تاريخيا عمل اسم كبير وتاريخي مع النادي الأهلي بحجم بطولات في عدد سنين قليلة جدا عنده إخفاقات؟ آه عنده إخفاقات بالقياس مع البطولات اللي خدها إيه الأكبر؟ لا البطولات اللي خدها طيب انت كمستقبل النادي الأهلي بفكر انت كمستقبل شايفني بيتسو موسماني هيعرف يبدأ معك مستقبل وتستمر هذه النجاحات ولا ابتدت تقلق ابتدت تخاف طيب انت عندك عناصر من اللاعبين وبعض الحاجات اللي الأهلي مسكها على بيتسو موسماني ما لهاش علاقة بالنتاج بتاعة البطولات زي الصفقات جت وما استغلقاش النادي الأهلي لعبين مهمين مشوا من النادي الأهلي والأهلي معرفش يستفيد منهم صفقات جديدة عليها خلافات نجيب دا ولا ما نجيبش دا ففي شوية أمور جوة هي اللي ممكن تحكم مصير بيتسو موسماني مش بس البطولات عشان لو بالقياس على البطولات فلا هو بصراحة إنجازاته أكبر من إخفاقاته لو هتتحسب بالورقة والألم تمام؟ ده واحد اتنين ودي نقطة كمان مهمة النادي الأهلي الفترة اللي جاية ممكن يسيب لبيتسو موسماني بحكم العلاقة المحترمة بين موسماني والنادي الأهلي وحكم الإنجازات اللي عملها بيتسو موسماني مع النادي الأهلي إنه الأهلي يقول لك ده أسيبه دلوقتي ليه أسيبه دلوقتي لو هسيبه؟ عشان برضه ما بوص مستقبل الراجل يعني أنا بقولها لك بالبلد يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن آخر الشهر دا آخر شهر ستة هتبدأ البطولات في دول أخرى سواء عربية أو أوروبية أو في أي حتة هتبدأ تبدأ يعني هتبدأ تبدأ احنا لسه في نص الموسم بره البطولات لسه هتبدأ فبيدوروا على مدربين جدود لفرق فلو بيتسو موسماني وبيدسو موسماني فعليا عنده عرض عنده عرض هيخليه يمشي دلوقتي من النادي الأهلي ويستفيد ويروح للعرض دوت بدل ما نسيبه لآخر الموسم ونخليه ما يعرفش اشتغل فرقة في نص الموسم في الموسم اللي هي في الفرق البعيدة الدول البعيدة دي الدوريات البعيدة فنسيبه دلوقتي يبقى معزمناش الراجل في رأي تاري يقول لك لأ أنا ما سيبش المدرب بتاعي ودي قاعدة سابتة عند النادي الأهلي أنا ما سيبش المدرب بتاعي في نص الموسم الناس يقول آخر الموسم ينجح ينجح ما نجحش وموفقش نشكره ونقول له هنجيب مدرب بتاعي لكن في نص الموسم مش هنعمل كده بس السؤال اللي بيطرحوا الناس على طولة النادي الأهلي وتطرحوا جماهير النادي الأهلي ويطرحوا الكل المتابعين هل بقى جماهير النادي الأهلي تقدر تتحمل خسارة كمان في الدوري تعادلين كمان في الدوري يعني هل باخد بالك بيتس الموسماني كان في حتة فوق أوي عند جماهير النادي الأهلي كل ما بتخسر وده بطبيعة الحال ده تعمل مع جوزين موريني وفتشيز تعمل مع زين الدينز ده مع ريان مدريد حتى بيب جورديولا شاككو فيه لما خسر دولة أبطال أوروبا مرة أخرى مع منشستر سادي بيحصل معي مدرب إنه يبقى عندك رصيد رصيد ده ممكن يقل مع بعض الإخفاقات هل بقى جماهير النادي الأهلي هتتحمل ده بنسبة مية في المية حتى لو فيه إخفاقات في الدوري هل تتحمل خسارة الدوري مرة أخرى كلها أمور على الطاولة أنا ليه دايما بقولك كلام كبير كده وقعدت نقش مع حالاتكم من الأول للآخر عشان حقيقة الأمر لو طلعت وقلت لك بيتسو موسيماني هيمشي من النادي الأهلي نهاية الموسم أو هيمشي بكرة أبقى راجل يعني بجود بقول أفكار الفنماغي مش مابني على معلومة أنا محبش أقولك كلام وخلاص أنا ممكن أشرح لك الوضع عامل إزاي لكن المعلومة لو مش متأكد منها من اليوم في المية مش أقولها لك فأي حد يقولك بيتسو موسيماني الأهلي اتخذ قراره برحيله نهاية الموسم أنا بأكد لك أن حتى هذه اللحظة الأهلي ما عندوش قرار لسه ما خدوش لسه مش واصل من قرار بيتسو موسيماني هيمشي الآن لسه ما فيش الكلام ده بيتسو موسيماني مكمل مع النادي الأهلي لنهاية عقده الجديد لسه ما فيش الكلام ده أنا بس شرحت لحضراتكم هذا الأمر عشان تبقى الصورة واضحة تماما فيما يخص بيتسو موسيماني وترشيح كارلوس كروش على النادي الأهلي أنا ممكن يجي يدرب النادي الأهلي ترشيح مجرد اسم ما تروح على الطوالة لا مفاوضات مع كارلوس كروش حتى هذه اللحظة كارلوس كروش حتى هذه اللحظة لم يعرفش أصلا النادي الأهلي عايزه والنادي الأهلي لم يتخذ أصلا قرار برحيل بيتسو موسيماني أو استخدام كارلوس كروش ولكن اسم الترح على الطوالة اسم الترح بس كده